السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتكم أحلى مواقف شطرنج معكم إياد الرضوان خلينا نشوف اليوم فيديو جديد من فيديوهات القناة وشكرا لمتابعتكم ودعمكم المباراة لعبت بهولند عام 1934 بين هدول اللاعبين بالأبيض والأسود المباراة جميلة جدا وهي عبارة عن إداعشنا ليه فقط بعده وبصير عنها كشمات خلينا نشوف شو اللي صار بلش الأبيض E4, E5, Nc3 Nc6 وهذا طابق فيينا وهون اللاعب الأبيض بلعب F4 طبعا هذا احتيال على جانبيت الملك وفعلا أحيانا بيكون احتيال موفق لأنه بيلبك اللاعب الأسود أحيانا فيه تفريعات بتختلف عن جانبيت الملك فهون إذا اللاعب الأسود ما نمحضره ممكن يتلبك كتير فهون لعب الأسود بلعب البشوب على C5 طبعا كان فيه ياخد عادي وكان فيه لعب D6 أيضا نقلات ملعوبة وهي نقلة أيضا ملعوبة نايت على F3 والآن D6 والآن اللاعب الأبيض بطمع بشوية مساحة هون عادة اللاعبين بلعبوا البشوب على C4 أو البشوب على B5 ولكن هون اللاعب الأبيض طمع بشوية مساحة ولعب F5 وهي نقلة ضعيفة ليش راح تخلي هذا البيضاء الضعيف وعرضها للهجوم مثل ما راح نشوف الآن النايت على F6 أول شي بيطابع انتشاره فهون لعب الأسود خاف من هاي النقلة اللي راح تستسمر الخانات السودة بجناح الملك فراح لعب H3 وهون لعب الأسود لعب D5 طبعا عطينا هاد وهون في حال أخذ مثل ما شايفين راح ياخد وهذا البيضاء راح يصير ضعيف كتير وبالتالي راح يصير مهدد فاللاعب الأبيض هون ارتكب غلط كان ممكن يحميه ببساطة ولكن ارتكب غلط وأخذ بالنايت على E5 طبعا شو الفكرة هون الفكرة انه انت اذا اخذت بالنايت راح يجي بالD4 وياخد شوكي على الاحصان والفيل ويسترد وتعطى ولكن حتى هالفكرة فاشلة تكتيكيا راح تعطي الأسود أفضلية كبيرة ومع ذلك اللاعب الأسود هون ما لعبه وراح له ابناء اللي قوية جدا نايت على E4 والآن في عنا تهديدات كتيرة هلأ اللاعب الأبيض اللاعب الأبيض ما راح يستطيع انه ياخد الاحصان ففي حال أخذ الاحصان راح يكون فيه عنا كيش واللاعب إذا حرك الملك طبعا راح يكون فيه عنا كيش مات فاللاعب الأبيض ما له غير يغطي هون أيضا راح يكون فيه عنا كيش مات وراح تروح الألعاء حتى إذا غطى بالوزير يعني حتى لو أخذ الألعاء يكون فيه كيش بالكشف ولكن مع ذلك اللاعب الأسود بيظل متقدم بفرق يعني حصان معه بالألعاء ولكن هون ما راح ياخد الألعاب ياخد الحصان ببساطة وبيكون متقدم بإطعاء كاملة فلذلك هون بعد هالنايت مثل ما لنا الحصان ما بيقدر ياخد الحصان وإنما راح يكون فيه وضع سيء ومهدد بالكوين على الـ H4 فهون إجا اللاعب الأبيض لعب النايت على الـ F4 بفكرة أنه أنا أمنع الاحصان الوزير منه يروح على الـ H4 وهون ارتكب الغلط الأخير والقاتل فوقف الفيديو وحاولت لقي الضربة التكتيكية اللي لعبها اللاعب الأسود وحسن في يد دور بشكل نهائي هلأ إذا عم تفكر أنك تعطي بالكيش بالـ F2 ويروح الملك لهون وتعطي بالإحصان كيش طبعا هاي الفكرة فاش ليه هاي الفكرة بتذكرنا بالفخ المشهور بداية الـ الـ راح أعرض لكم هاد الفخ ونقارن بين هاد الوضع والوضع اللي عم نحكي عنه الفخ اللي عم نحكي عنه راح نستعرضه بسرعة بيبلش E4 E5 Nf3 Nc6 Bc4 D6 Nc3 والبيشوب على الـ G4 هاي النقلة اللي بتميز الفخ الآن نطرد الفيل H4 البيشوب على الـ H5 الآن لعب الأبيض بضحي وبيضحي بالوزير فإذا أخذ الوزير راح يكون في عنا كيشمات بنقلتين بالفيل وبالإحصان هلأ هون الفكرة إنه البيداء D6 هاي الخانة ممنوعة عن الملك بسبب وجود إطعة وهذا الحصان بيعطي كيشمات ما نو مهدد بأي إطعة فهلأ نرجع لموقفنا فهلأ نرجع لموقفنا إذا بدك تعطي كيشمالك الآن راح يكيش والآن مثل ما شايف ما راح تستطيع إنك تعطي كيشمات لسببين إنه هاي النقلة الإحصان مهدد بإطعاء تاني نقلة هاي الD6 ما أنا ملعوبة وبالتالي حتى لو ما الحصان مهدد الملك فيروح على الD6 فلذلك ما هي هي الفكرة الفكرة هون الدربة القوية لكوين على الH4 كيش ملك وتضحية جميلة بالوزير الآن اللاعب الأبيض مضطر إنه ياخد لكوين مثل ما أنا شايفين ونفس الفكرة هون إذا أخد الوزير رح يشعر لكوين كيش الملك على الE2 إجباري والآن كيش بالحصان الملك على الD3 إجباري والآن كيش مات بالحصان مستفيد من وجود هذا البيض القوي بالوسط فهذا هو كان دور مثل ما شايفين كيش مات جميلة جدا بإداعش نقلة فقط بعد تضهية بالوزير واستثمار هذا الوتر اللي هو نقطة الضعف جانبي الملك شكرا للمتابعة لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاهدة الفيديوهات السابقة صار في عنا حوالي 250 فيديو مشاهدة الروابط بوصف هذا الفيديو في روابط مهمة نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة